إلى متى ندخل في هذه المشاكل اللي مثل ما إلنا يأمى طائفية يأمى مذهبية يأمى إيديولوجية في كتير من اللي سألوك دكتور غساني اليوم في عنا عناصر النهضة ما هي عناصر النهضة يعني نتفائل قليلا حصل الربيع العربي تفائل جزء من العالم عالم آخرين تخوفوا بس حتى المتخوفين كان عندهم أمل يعني بينهم بين حالهم ولكن وائز به يقضى عليه بكل ليش معنا نقدر نوقف ونقيم نتحسن أولا خلينا نضع جانبا نزاعات اللي هي نزاعات شرعية زي نزاع الفلسطيني نحن لنا حقوق وحقوق مهدورة في فلسطين وهذه النزاعات لا تموت بسبب اهتمامنا بأمور أخرى أما بالنسبة للأمور الأخرى فأنا ليس لدي أي بداية حنين لمرحلة مقابل الأحداث الأخيرة يعني ما عنديش حنين لمرحلة التسعينات ما عنديش حنين لتلك المرحلة هي مرحلة شهدت تهميشنا شهدت عدم وجودنا في قلب عملية العالمة لهاثنا وراء مجتمعات كانت أفقر منا وأضعف منا فإذا بها تتقدم علينا في الصين في الهند في البرازيل ما بحكي عن أوروبا أو أمريكا ما بحكي عن مجتمعات شبيهة بنا فهي تسبقنا ونحن كنا في مرحلة تهميش في مرحلة لهاث في مرحلة تصدير للشباب تبعنا في مرحلة اعتماد كله على الراع النفطي وعدم الاهتمام بحقيقة الإنتاج أو بأن يكون لنا رأيه في المنظمات العالمية في عملية العالمية ولا شيء ما الذي منعنا في تلك الفترة فهي معدي أي حنين في تلك المرحلة معلش خلينا بس نفهمه لو بش مرحنين ما الذي منعنا أنا ذاك من أن نكون فاعلين أعتقد أنه بالإجمال شيئين شيئ داخلي وشيئ خارجين شيئ داخلي أنه الأنظمة السياسية التسلطية في المنطقة عرفت مش بس كيف تبقى بالسلطة أو كيف توصل إلى السلطة وكيف تبقى فيها لكن كيف أيضا تزعبر في فتح مجال قليل من الحرية والتعبير على شرط أنه تبقى بالسلطة